مصر الخير عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم معنا في النشرة الجوية نقدمها لكم من قناة الإخبارية الأولى في الجزائر إذن ارتفاع محسوس في درجات الحرارة القصوى على كامل ولايتنا الغربية والوسطى لكن غدوة إن شاء الله رح تنقص شوية درجات الحرارة بالغرب والوسط لكن احترتفع بالمناطق الشرقية ونهار السبت إن شاء الله تعود تطلع درجات الحرارة على كامل المناطق الشمالية نبدأ نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاستناعية وضحنا صفاء واستقرار على معظم ولاياتنا الشمالية صحب على الجنوب الشرقي ومرتفعات الهجر والتاسيلي بنسبة لحركة رياح ليلة اليوم وغدوة إن شاء الله مع أصباح نسجل بإذن الله 30 كم في الساعة على كامل المناطق الشمالية تقدر تلحق حتى 40 كم في الساعة على الولايات الجنوبية رح يكون في تطاير محلي للريمال نروح الوضعية الجوية لانتوقعها خلال ليلة اليوم إن شاء الله اليوم مع الليل إن شاء الله الحال سيكون مستقر الأجواء الصافية على العموم على معظم ولاياتنا الوسطى والشرقية حتى تشكر سحب تكون بدون فعالية على غرب البلاد بالجنوب الحال سيكون شوية مغيام على الصحراء الوسطى حتى على منطقة إليزي جاناتا من راست حتى على عينق الزام وبرج باجي مختار يبقى الحال مستقر على العموم على باقي المناطق الجنوبية درجات الحرارة اللي نسجلوها خلال ليلة اليوم إن شاء الله رح تلحق بإذن الله 16 درجة على أفلو لغوات البيض نعامة مشرية نسجلو 18 درجة على تيزي وزوط الحق 17 درجة على الجزائر العاصمة نسجلو 16 درجة على وهران وعنبا 24 درجة بعين صالح وأدرار نسجلو حوالي 13 درجة على تين دوف 27 درجة على إليزي وجانات و 31 درجة على منطقة عينق الزام غدوة إن شاء الله مع أصباح رح يتشكر ذا باب خفيف غدوة إن شاء الله مع أصباح هذا على معظم المناطق الساحلية الليل وطلاج ورح تكون مستقرة شميسة على العموم مع تشكل صحب تكون بدون فعالية على المناطق الوسطى والشرقية رح تكون فيه صحب كتيفة نوعا مع المرتفعات الداخلية الغربية حتى بالسواحل الغربية بالجنوب غدوة إن شاء الله مع أصباح الحالة سيكون مستقرة على العموم على معظم المناطق الجنوبية مع تشكل صحب تكون عابرة بالنسبة لدرجة الحرارة نسجلوها غدوة إن شاء الله مع أصباح رح تلحق بإذن الله 13 درجة على باتنا البيض نعاما مشريان سجلوا 17 درجة على الجزائر العاصمة وتيزي وزو 16 درجة على وهران وتلمسان حتى على منطقة عنابة وقلمة الحق 14 درجة على ستيف 28 درجة سجلوا على عين صلاح 27 درجة بمنطقة أدرار 14 درجة على تين دوف 28 درجة على منطقة إليزي جانت ورق لوحاسم سعود 31 درجة سجلوها بمنطقة عين قزان بالنسبة لحالة البحر الغدوة إن شاء الله البحر بإذن الله رح يكون من قليل الإتراب إلى مطارب على كامل السواحل الوطنية ريح تقدر تلحق سرعتها حتى 40 كم في الساعة للسواحل الغربية والوسطى وما تتعداش 25 كم في الساعة بالسواحل الشرقية بالنسبة لعلوم الموجة إن شاء الله رح نسجلوا بإذن الله متر ونص على السواحل الغربية والوسطى تقدر تلحق حتى المترين على السواحل الشرقية رؤيا إن شاء الله تكون متوسطى على طول الشريط الساحلي مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لحوال التقصية اليوم ونشاء الله مع صباح والله أعلم نشكركم على المتابعة سيام مقبول وصحف طرقكم في أمان الله اشتركوا في القناة